57 منظمة محلية ودولية تتابع الانتخابات الرئاسية اللي بدأت مبارح بتصويت المصريين في الخارج عشان كده الهيئة الوطنية العلية للانتخابات حددت مجموعة من الشروط لتقدم المنظمات المصرية لمتابعة الانتخابات مثلا أهمها الشرط أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحياد والنزاهة كمان تم الإعلان عن تشكيل اتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية واللي بيضم الممثلين عن 34 دولة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضفنا لأستاذ عصام الشيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحام أهلا وسهلا محمدك أهلا وسهلا أهلا بك أهلا وسهلا بداية أهمية وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ليه؟ خلينا أقولك أنه مجرد وجود منظمات دولية لمتابعة الانتخابات معناها بالضرورة هو اهتمام بالدولة المصرية معناها أنك دولة فاعلة في محوطك الإقليمي دولة كبيرة دولة بيهتم بها الرأي العام العالمي نزاهة العملية الانتخابية بتتوقف على مجموعة من العناصر أهمها أن يبقى فيه متابعة أو رقابة أو رقابة دولية لأنها بتدي ثقة في نتيجة الانتخابات بتدي ثقة للناخبين بتدي ثقة للرأي العام العالمي والرأي العام المصري على أن الانتخابات نزيهة وتحت بصر وبصيرة سواء منظمات إقليمية أو منظمات محلية أو منظمات دولية احنا في مرحلة من المراحل كنا بنتحرج لوجود فكرة متابعة من المنظمات الدولية لما وصلنا لمرحلة أنه ليس لدينا ما نقفيه عندنا دستور وعندنا قوانين وعندنا إعلام مفتوح وعندنا إعلام موازي وعندنا مشاركة من 106 حزب وعندنا مشاركة من آلاف من منظمات المجتمع المدني النقابات المهنية النقابات العملية الشأن المحيط بالدولة المصرية كمان بيحفز المنظمات الدولية والمنظمات المحلية على أنها تتابع العملية الانتخابية هي كمان ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية عفوا لنزاهة العملية الانتخابية مهم جدا مهم جدا متابعة العملية الانتخابية لما بيبقى فيه متابعة من منظمات إقليمية ومحلية ودولية أنت بتضمني أن الجهاز الإداري يبقى حريص جدا على العملية الانتخابية وكمان حريصة الأحزاب السياسية على أنها تحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات بتحفز كمان قطاع كبير من المجتمع أنه يشارك لأنه أنت عشان توجه لهم أو توجه ملاحظة لأي قصور في العملية الانتخابية معناها أنك أنت تبقى مشارك دي كمان بتشجع عدد كبير من العازفين عن المشاركة في العملية الانتخابية أن هم يشاركوا في الانتخابات يعني فيه قطاع كبير من الشباب لا يسق في أي عملية انتخابية ما لم يكن هناك رقابة من المنظمات المجتمع المدني أو من المنظمات الدولية البعض يسميها متابعة يسميها مرأبة هو في النهاية فيه حد بيلاحظ بيكتب ملاحظات بيدون هذه الملاحظات بيوجهها للهيئة اللي بتشرف على الانتخابات تقوم تتفادى هذه الملاحظات في المصدع ده بيؤكد مصدقية العملية الانتخابية بشكل مباشر سواء الرقابة أو المتابعة داخليا أو متابعة دولية خارجية حابب أتوقف مع حضرتك عند اتلاف نزاهة هذا الاتلاف بيضم أي عدد من الكينات هل هي كينات داخلية أم كينات دولية والمعايير اللي بيطبقها هذا الاتلاف اتلاف نزاهة خلينا أقول لك مجرد تشكيل اتلاف نزاهة ده يؤكد لك الرغبة الدولية في متابعة الانتخابات داخل مصر وده يؤكد لك كمان أن هناك رغبة شديدة جدا للوقوف على المراحل المتتالية للعملية الانتخابية احنا عندنا خمس دول منهم اليونان وغانا ورومانيا وغندا مع مؤسسة معك في مصر هم شكلوا هذا التحالف بهدف نبيل وهو متابعة العملية الانتخابية في الدولة المصرية وهذه الدول وأغلب هذه المنظمات الاربعة وثلاثين هم دول بيتبادلوا مع بعض متابعة الانتخابات في دولهم فبيحصل نوع من تراكم الخبرات بيحصل نوع من المصدقية بكمان بيسهلوا مهمة أنه ينقل للرأي العام في هذه الدول ما يجرى في الدولة المصرية احنا في كثير من الأحيان كنا بنشتغل على نفسنا ونغلق الأبواب انت لأول مرة في السنوات الأخيرة انت بتفتح الأبواب على مصرعيها وبتسمح مش فقط للتلاف نزاهة أو للمنظمات الأجنبية أو الدولية انها تتابعة الانتخابات انت عندك تقريبا 34 بعثة دبلوميوسية بتتابعة الانتخابات كمان فانت فاتح الأبواب على مصرعية ومدي فرصة لكل الإعلام الدولي الراغب في متابعة الانتخابات واحنا شوفنا الهيئة العامة للإستعلامات ادت لعدد كبير من الصحف ووسائل الإعلام انها تتابعة لعملية الانتخابية كل ده الهدف النبيل منه هو انك تظهر مشاركة المصريين في صناعة المستقبل يعني الهدف النبيل في كل العملية الانتخابية هو حس المواطنين على المشاركة في صناعة المستقبل حس المواطنين على انهم يبعثوا رسالة إيجابية إلى العالم ان احنا مهتمين بالشأن الوطني وان احنا على الرغم من المحيط الإقليمي اللي بيحوط بنا اللي فيه مشاكل كتيرة لكن احنا بنمشي في خطوط متوازية بنهتمي بالشأن الخارج وفي نفس الوقت بنبني الدولة المصرية الديمقراطية الحديثة من الداخل واللي لا تبنى إلا بمشاركة أبناء أنا أتصور أن هذا الاتلاف سيعطي ثقة ويعطي المستقية للناخب المصري بالإضافة لثقته في أهم نقطة في الانتخابات وهو الإشراف القضائي على عملية الانتخابية وإحنا شفنا إزاي الحوار الوطني مجمل المنظمات المجتمع المدني مجمل الأحزاب السياسية والساسة المهتمين بالشأن العام كانوا حارسين بشكل كبير على انتداد الإشراف القضائي على الانتخابات باعتبار أن هذا ضمانة رئيسية لدى المصريين المصري لا يسخ في أي انتخابات اللي لم يبقى فيه قاضي على السندوق عندما يكون هناك قاضي على السندوق هذا يشجع المصريين على المشاركة في الانتخابات اللي في النهاية هي الضمانة الرئيسية اللي نزاهة أي عملية انتخابية هو كسافة المشاركة يعني تقول لي منظمات دولية تقول لي منظمات محلية تقول لي منظمات إقليمية إشراف قضائي الضمانة الرئيسية لأي انتخابات حول العالم هو كسافة الحضور أن صاحب الشأن نفسه يحضر ويدي بصوته طيب نتكلم عن نزاهة الانتخابات عايزين نتكلم بقى عن ائتلاف نزاهة بصفة عمل لحالك تكلمنا عن ائتلاف ازاي يعني عمل كل التفاصيل اللي موجودة وكيف يتم المرأة ائتلاف نزاهة مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في أفريقيا اتفقوا على انهم يشكلوا ائتلاف تكون مهمته الرئيسية هو متابعة الانتخابات في دول المجموعة البداية الرئيسية من خلال 34 جمعية ومنظمة أهلية في هذه الدول قررت انها تشارك في متابعة العملية الانتخابية المصرية بداية من فتح باب الترشيح وحتى اعلان النتيجة وجود هذه المنظمات وتصريح الدولة المصرية لهم بالتواجد على الاراضي المصرية بيدي دلالة كبيرة على نزاهة العملية الانتخابية لان بمجرد الموافقة على متابعتهم للانتخابات انت بتديهم الفرصة انهم ينطلقوا في أرجاء الوطن ممكن يرائف في أسوان في السكندرية يعني وبتدي له ضمانة كمان انه يتم بيبقى عنده حصانة اثناء متابعة العملية الانتخابية انه لا يتم التعرض اليه بشرط انه هو لا يتدخل في اعمال السلطة القضائية لا يتدخل في اعمال اللجنة يبقى عارف انه مهمته الرئيسية هو المتابعة وليس الاشراف او التدخل يعني ما فيش احنا كمنظمات حقوقية بترائب العملية الانتخابية ما فيش على رأسنا ريش ما بنخشش ونمارس سلطات على وده انا عايز اقوله للشباب وابنائنا اللي احنا مكلفنهم بمتابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية ان احنا نبقى فاهمين كويس اوي ان احنا بنتابع الانتخابات عشان نكتب مروحظات مش بنتابع الانتخابات مش بنتابع الانتخابات عشان ندي ندي اوامر صحيح للضباط اللي بيتشرفوا ولا للقضاء ولا للموظفين الاداريين اسمح لي بس احنا حضرتك في النوص دي معلش انا ناسف برضو الناس كتير محتاجة تفهم وشير يفهم وكمان بشكل شخصي حدود عمل المتابع او المراقب للعملية الانتخابية يعني برضو نوصف كده المهام الخاصة اللي بيقوم بها من يعمل تحت مظلة اي منظمة من المنظمات المتابعة سواء كانت محلية او دولية مواصفات شغلي او عملي بتوقف ازاي ازاي بشتغل واتابع وادون الملاحظات ممكن تشكرين اكثر انا عايز اشكرك على سؤالك لانه احنا في السنوات الاخيرة كان بيدنا شكاوى كتير من ولدنا نفسهم اللي احنا بنكلفهم بمتابعة للعملية الانتخابية لانه البعض يتوهم او يتصور انه بمجرد ما بياخد الباجر خاص باللجنة والشراف القضاء انا لديه سلطة نحن لا نملك سلطة الا سلطة المتابعة وكلما كنت حريص على احترام القوانين واللوايح ونصوص الدستور اثناء ممارسة مهمتك بتبقى مهمتك محل سق احنا مهمتنا مسمح لنا ان احنا ندخل اللجان بشرط انك يعني ما يبقاش عندك هدف للجنة واحدة وتقعد فيها طول الوقت انك تدخل وتخرج انك انت تسمع كلام رئيس اللجنة لما رئيس اللجنة يقولك يعني كفاية او روح لجنة تانية او اتحرك ثلاثة انك مش مسموح لك ابدا انك تصور تصور حدث غير بإذن رئيس اللجنة لو ازلك رئيس اللجنة صور ما ازلكش ما تصورش ما تحسش انك انت مهمتك كولومبو انك انت هتوقف وتتصور انه هناك لانه في بعض الاحيان انت بتصور حدث من وجهة نظر تتوهب انه هو مخالفة وهو حق في حقيقته مش مخالفة فما تصورش حاجة غير بالإذن يعني نمر الثلاثة انك ما تصرحش للإعلام يعني اللي بيصرح للإعلام غرفة العمليات اللي موجودة في كل منظمة يعني احنا عندنا منظمات محلية ومنظمات إقليمية وعندنا المجلس القوم الحقوق الإنس عندنا عدد كبير جدا من المنظمات بترائب والتابع مش مطلوب من كل مرائب انه هو لما يلاقي ملحظة او يلاقي مخالفة انه يعلم في الإعلام عليه انه هو يرجع للجهة اللي مكلفاه بالمتابعة والمرائبة وهي بتتحقق من اكتر من جهة من صحة الحدث او عدم صحته يعني في تدقيق كمان في متابع الانتخابات المصدقية المصدقية لا تأتي الا من المتابعة والتدقيق المتابعة والتقييم واحترام واحترام القوانين واللواح وانا بشكركم على انتوا قتحتوا الفرصة لانه طول الوقت طول الوقت احنا بيجينا اولادنا واحنا لسه بنيديهم الشارع اللي هيتابع بها الانتخابات فيتصوروا بالذات خارج حدود المدن يعني الناس تتصور في الارياف انه مجرد ما يبقى معاه بدش بحقه في متابعة الانتخابات انه عنده سلطة للتدخل في العملية الانتخابية المراقبين المتابعين ليس لهم الحق في اي حال من الاحوال في التدخل في العملية الانتخابية كل مهمته هو الرصد والتقييم انه يرصد يرصد المخالفة اللي هو متصورها ويبلغ بها المنظمة او الجامعية اللي هي مكلفة بالمتابعة وفي الاخر احنا بنعمل بنعمل تقييم بيبقى الهدف النبيل منه ان احنا نبعد كل الملاحظات دي في النهاية للجهات اللي بتشرف على العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها بحيث ان احنا نتفاد هذه الملاحظات مستقبلة كمان هذه الملاحظات بتدي مصداقية لنتيجة الانتخابات او في حالة وجود خلاف بين المرشحين حول لجنة من اللجان فبيتحققوا من الملاحظات الاتامة دي من خلال عدد من الجمعيات او المنظمات صاحبة الخبرة واللي لديها من الكفاءة ولديها من التجربة ما يمكنها من ان تقول هذا الحدث مخالف للقانون او مش مخالف للقانون مش بس اعتقد المتابع هو اللي لا يحق له التدخل في العملية الانتخابية اعتقد لا احد يحق له التدخل في العملية الانتخابية مدام تجرب حسب القوانين ومدام هناك قاضي في اللجنة واعتقد القواعد كلها معلنة من خلال اللجنة منضبط جدا كلام منضبط جدا نأسورك عليه لكن احنا دايما بنوجه رسالتنا من خلالكم للمتابعين للعملية الانتخابية لانه احنا نفسنا لما كنا الأول أول ما ناخد الشارة ويتقال لنا انك تتابع وترائب فنخش على طول كده متحمسين نخش اللجنة ونحسين ان احنا عندنا عندنا سلطة تمارس على الكل حقيقة الأمر السلطة الوحيدة في المقر الانتخابي هي لرئيس اللجنة المشرفة بما فيه هو اللي يدي التعليمات للكل هو اللي يدي التعليمات للمتابعين وهو اللي يدي التعليمات للضباط وهو يدي التعليمات للناخبين هو اللي ينظم العملية للانتخابات لانه الهدف النبيل عنده هو ضمان ان كل ناخب يصل الى السندوق ويدلي بصوته فيه سرية وفيه امان لانه مهم جدا انه يبقى فيه سرية وفيه امان بعد مرحلة التدوين الملاحظات والرصد وترجمتها الى كتابة تقارير تفصيلية عن سير العملية الانتخابية اهمية التواصل فندم مع الهيئة الوطنية الانتخابات وهي هيئة مستقلة ذات استقلالية والتقارب معها مثل هذه التقارير لانه التقارير دي بتطفي مصدقية على العملية الانتخابية باكملها ده من ناحية ومن ناحية اخرى يمكن التدقيق في بعض الملاحظات حتى لا نقع فيها في اي استحقاط اخر الالية بتتم ازاي خلينا اقولك انه المتابعة نفسها ضمانة فعالة لقبول نتيجة الانتخابات انت مهم جدا في اي عملية الانتخابية يبقى عندها ثقة في خبول نتيجة الانتخابات الهيئة منذ اللحظة الاولى كانت حريصة على انها تشرك الرأي العام المصري في العملية الانتخابية من اول الاعلان عن شروط الترشح الاعلان عن المواعيد الاعلان عن المقارات قامت بدور كبير جدا في توعية المواطنين بصفة مستمرة بانها طول الوقت بتنزل بيانات وبتنزل ألانات بتحس فيها المواطنين على متابعة الانتخابات تبقت كافة الشكاوة والملاحظات التي تقدمت بها المنظمات منذ اللحظة الاولى البعض قال اتكلم عن الملاحظات في حد الانفاق في العملية الانتخابية في إساءة استخدام بعض الأماكن التابعة للحكومة عدم المساواة في الإعلام في مرحلة من المراحل عدم إتاحة أي ملاحظة كانت لمرشح من المرشحين أخذتها الهيئة بجدية شديدة جدا وحققت فيها منذ اللحظة فدت مصدقية وخلتنا في كثير من الأحيان أن الملاحظات التي تبدو أنها كبيرة مجرد الشباك الهيئة معها والرد عليها أدى مصدقية وفي نفس الوقت أدى أمان للمنظمات أنها محل تقدير ومحل اعتبار وخلنا كمان يبقى السقف بتاعنا سقف معتدل يعني تبقى ملاحظاتنا ملاحظات منطقية تحقق مباشرة وبتحل 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 المشكلة وأنا أتصور أن تجربة الانتخابات الرئاسية سوف تنعكس على السحققات سياسية قادمة لأنه لأول مرة في مساحة كبيرة جدا للمشاركة بين المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة في متابعة الانتخابات وإظهارها بشكل مشرف جدا لأن الرأي العام العالمي يتابع الانتخابات في مصر بشكل كبير جدا ليس فقط لأهميتها في الداخل لكن لأهميتها في محطها الإقليمي في الوقت الرأي دكتور عصام شيحة رئيس منظمة مصرية لحقوق الإنسان المحمد بن نقلب أشكرك شكرا جزيلا وصباح الخير على حضرتك نورتنا فند صباح الخير